السلام عليكم عكم دري احماتيك مواصلة في الدورة الخاصة بناء دورة بلوغر من الصفر للاحتراف اليوم سوف نقوم بإنشاء حساب ميديوم يعني أيضا هو عبارة عن مدونة لكن حتى نقوم بتدعيم الموقع الخاص بنا مباشرة يعني تقوم بالدخول إلى ميديوم دوت كوم بعدها تقوم بالتوجه إلى جيت ستارت بهذا الشكل بعدها تقوم باختيار سواء التسجيل من خلال جوجل أو فيسبوك أو من خلال الإيميل من خلال الإيميل سوف تحتاج إلى يعني هذه الخانة الأخيرة تحتاج إلى إدخال كلمة السر واسم المستخدم نحن سوف نقوم بإنشاء مباشرة يعني حتى يسهل علينا الأمر من خلال حسابنا على جوجل بهذا الشكل سوف يظهر معنا أو تظهر معنا الحسابات بهذا الشكل نقوم بالضغط على متابعة حتى نكمل العملية هنا تظهر معنا أو يظهر معنا يعني اسمنا الكامل وهنا الإيميل نقوم بالضغط على create account حتى نقوم بإنشاء الحساب هنا نختار الأشياء التي تهمنا نقوم باختيار بعض الأشياء تكنولوجي يعني نقوم بإختيار أشياء تهمك وبعدها نقوم بالضغط على continue هنا يطلب منك إختيار الخطة نقوم بالنزول ونقوم بالضغط هنا على يعني المواصلة بالحساب المجاني بهذا الشكل وبهذا نكون قد أنشأنا حساب على medium يمكننا ضبط الحساب الخاص بنا من هذه الخانة بهذا الشكل نقوم بالضغط إلى الحساب الخاص بنا كما ترون هنا الرابط الذي يظهر من هنا يحمل نفس الاسم يمكننا تغييره بطبيعة الحال نقوم بالدخول بهذا الشكل هنا البايو الخاص بنا وهنا الاسم المعروض يعني الاسم المعروض من هنا نقوم بتغيير الصورة نقوم بالضغط على upload حتى نقوم برفع نفس الصورة السابقة يعني نفس هذه الصورة التي نستخدمها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون نفس الاسم هنا تقوم بوضع وصف للمدونة الخاصة سوف نقوم بإحضار نفس الوصف من الإعدادات هذا الوصف ونقوم بوضعه هنا نقوم بالضغط على save هذه الخطوة مهمة جدا نقوم بالنزول وتقوم بضبط باقي الإعدادات بشكل عادي جدا your page هنا يعني من هنا بعض التفاصيل الأخرى نقوم بالرجوع يعني تقريبا هذه كانت طريقة إنشاء حساب medium كما نرى هنا نقوم بتغيير اسم المستخدم الخاص بنا يعني كما نرى هنا سوف تجد اسم المستخدم تقوم باختياره من هنا يعني تم وضعه تلقائيا من الإيميل الخاص بنا وهذا شيء جميل إذن تقريبا هذا كل شيء بالنسبة إلى إنشاء مدونة على حساب medium نقوم بالتوجه هنا حتى نقوم بإنشاء منشور جديد وتقوم بكتابة العنوان الخاص بك وهنا المنشور وتكمل باقي الأشياء نحن دائما نقوم بتدعيم هذه الأشياء حتى نقوم بتطوير الموقع الخاص بنا أو المدونة الخاصة بنا نقوم بالضغط هنا على إحصائيات يعني قمنا بفتحها قبل أيام فقط نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم شكرا